السلام عليكم ورحمة الله من المسئر للاهتمام أن لون عيون الأطفال لا يظل على حاله في لحظات ولدتهم الأولى بل يمكن أن يختلف لون العيون من الفاتح إلى الداكن على عدة مراحل لا يتحول من أزرق إلى بني أو أسود وقد يحدث هذا الاختلاف على مدار الأشهر أو السنوات الأولى من حياته فإن كنت تتساءل عن سبب اختلاف لون عيون الأطفال في هذه المرحلة ولماذا قد يستغرق الأمر وقتاً حتى تصل عيون طفلك الصغير إلى لونها النهائي فتابع الفيديو لتعرف الإجابة بس قبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بالإعجاب والاشتراك بالقناة عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول فما هو لون العين؟ بيشير لون العين في الواقع إلى مظهر القزحية وهي الحرقة العضلية اللي بتحيد بالبؤبؤ أو الجزء الأسود من كل عين وتساعد القزحية في التحكم في قمية الدوء التي تدخل العين ويمكن أن يتراوح لون القزحية من الأزرق الباهد جداً إلى البني الغامق جداً وسيظل بؤبؤ عين الطفل أسود دائماً ويكون بياض العين أبيض دائماً إذا لم يكن على سبيل المثال الطفل مريض باليرقان مما يتسبب في إسفرار البياض أو أن عينه مصاب بنوع من الالتهاب فيكون لون العين وردي أو أحمر فما هو لون عيون الأطفال التي يولدون بها؟ بيعتمد لون قزحية الأطفال على الميلانين وهو بروتين بتفرز خلايا خاصة تسمى الخلايا السباغية والذي تمنح بشرة طفلك لونها أيضاً عادة ما يولد الأطفال ذو البشرة داكنة بعين بنية في حين أن الأطفال حديثي الولادة الكوكازيين يولدون بعيون زرقاء أو رماضية ونظراً لأن الخلايا السباغية بتستجيب للضوء فقد تظهر عيون الطفل عند الولادة باللون الرماضي أو الأزرق بسبب نقص الصبغة ولأنه كان في رحم مزلم حتى الآن مع تعرضه لمزيد من الضوء يمكن أن يتغير لون عينه بمرور الوقت حتى عدة سنوات فإذا كانت الخلايا السباغية بتفرز القليل من الميلانين فقد ينتهي الأمر بهذا الطفل بعيون زرقاء وإذا زاد إفراز الميلانين بنسبة أكثر قليلاً فستصبح عيناه خضراء أو عسلي أما العيون البنية وهي الأكثر شيوعاً هي نتيجة للخلايا السباغية النشطة جداً التي تفرز الكثير من الميلانين ومن المحتمل أن تظل العيون البنية بنية طوال الحياة بيستغرق الأمر حوالي عام حتى تنتهي الخلايا السباغية من وظيفتها ويظهر اللون النهائي بينما يتباطئ معدر تغير اللون بعد 6 أشهر ولا يزال من الممكن أن يتغير اللون بعد هذا الوقت ففي حالات قليلة يمكن أن يستمر تغير اللون لعدة سنوات قبل أن يستقر اللون فالسؤال الآن هل يولد جميع الأطفال بعيون زرقاء؟ في الواقع لا فكما ذكرنا سابقاً يولد بعض الأطفال الخوكازيين بعيون رمضية أو زرقاء وده بسبب نقص الصبغة وبيتغير اللون عند تعرض الطفل للدوق فيمكن أن يتغير اللون الأزرق أو الرمادي إلى الأخضر أو البندقي أو البني أو يظل أزرقاً خلال فترة الستة أشهر الأولى إلى عمر السنة وبغض النظر عن لون عيون طفلك فستظل شيئاً ممتعاً للتأمل وشكر الله على هذه النعمة العظيمة التي ستنمو بين أحضانك وتحت ناظريك فاستمتع بها طالما يمكنك ذلك وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو فلو عجبك الفيديو ياريت ما تنساش تعمل إعجاب وتشترك بالقناة علشان يوصلك كل جديد مع السلامة ترجمة نانسي قنقر